السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام الأقران يطوى ولا يروى أكيد سمعتم هذه العبارة لكن هذه العبارة سمعتموها تقال في سياق إبطال كلام سفيان الثوري مالك بن أنس سفيان بن عيينة أحمد بن حنبل البخاري لكن قائل هذه العبارة إذا شتم شخصاً من معاصره فإن كلامه لا يقبل أن تطبق عليه هذه القاعدة هذه تطبق على كلام أحمد والبخاري ومالك والثوري والأوزاع وأمثالهم أما هذا الذي يقولها أو أشباهه فكلامهم لا يطوى لأنهم لا يتكلمون عن حسد كهؤلاء الآئمة لأنهم لا يتكلمون بهوى كهؤلاء الآئمة أما الآئمة فقط هم الذين يتكلمون بهوى وحسد هؤلاء الذين علموا الفتية أن منكر العلو منكر صفات الله سبحانه وتعالى أكرم وأفضل من مثبتها الذين علموا متابعيهم نبزى المسلمين بالألقاب الذين علموهم مقارنة المسلمين بأحذية فلان وعلان علموهم امتحان الناس بالمبتدعة صوروا لهم أن دين المرء يقيم بناء على رأيه بأشعري بمنكر صفات أو ما شبه ذلك الذين أشغلوا الشباب بامتحان الناس به رأيهم بفلان وعلان هؤلاء كلامهم في أقرانهم لا يطوى لأنه غير ناشئ عن حسد لأنه غير ناشئ عن حقد كما هو الأمر عند البخاري وأحمد ومالك والشافع وامثالين سبحان الله هذه العبارة أو هذه القاعدة لو كانت تنطبق على أحد لكانت أول ما تنطبق تنطبق على هؤلاء لكن أنا أقول لكم من عندي كلامهم يروى ولا يطوى أروو كلامهم لماذا؟ لأن رواية كلامهم تعلم الناس من هم تعلم الناس أن هؤلاء عندهم فجور في الخصومة وأن هؤلاء صفات الله سبحانه وتعالى ليست لها قيمة عندهم بمقارنتها مع صفات البشر لهذا هم يمتحنون الناس بصفات البشر ولا يمتحنونهم بصفات الله خالق الأكوان وخالق البشر ترهم يمتحنون المسلم ما قولك في فلان؟ فلان الذي أنكر عدو الله الذي أنكر وجه الله الذي أنكر يديه وغضبه وحبه الذي قال بقول المرجئة في الإيمان الذي أجاز التبرك ببزاق ومخاطص صالحين وبثيابهم الذي أجاز التوسل بهم في الدعاء تسألوا عن رأي فيه أنت تمتحنني به فإذا انتقدته فشلت بهذا الامتحان وبالمقابل يسألك ما رأيك بفلان الذي لا يعترف لهذا السابق ذكره بالإمامة؟ لا يقول عنه إمام لا يقول عنه وعن أمثاله هم علماء الأمة ما رأيك بمن يفعل ذلك؟ فإن لم تتبرأ من هذا الذي لا يعترف لهم بالإمامة براءة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه الكافر فقد فشلت بهذا الامتحان قد يتخيل لك أو لمن لا يعرف الوضع أن هذا الامتحان امتحان لدخول زاوية صوفية أو للانضمام إلى جروب لزيارة الأضرحة لكنك ستكتشف أن هذا امتحان لدخول السلفية المنهجية بزعمهم رحم الله يوم كان المداخلة يمتحنون الناس برأيهم بشيخ سلفي من شيوخ المداخلة ما خالف السناء إلا بشيء من الأرجاء أو بأمر تتعلق بالحكام أو ما شبه ذلك ومخالفته هذه ما تعد شيئا والله أمام إنكار صفعة البارد تبارك وتعالى فلما كان المداخلة يمتحنون الناس بشيوخهم هؤلاء كان المداخلة الجدد يشنعون على المداخلة ويقولون يا مداخلة يا من تمتحنون الناس بشيوخكم فرقتم الأمة أشغلتم الناس بشيوخكم وبالكلام عن الأفراد انشغلوا بالعلم الصالح لا تنشغلوا هذا الامتحان للناس هذا بدعا يا مداخلة ثم وجدناهم على نفس سبيل ونهج المداخلة في هذه القضية ولهذا سموا بالمداخلة الجدد مع أنهم يختلفون عن المداخلة في الحكام هم يميلون إلى طريقة الإخوان والمداخلة تميل إلى الطريقة المعروفة عندهم بالنسبة للحكام ولكن في هذه القضية في قضية امتحان الناس لا أريد أن أقول ساوأ المداخلة المداخلة يمتحنونك بشيخ من شيوخهم بشيخ عقيدته قد لا تجد عليها ملاحظات إلا النادر والنادر أما هؤلاء الجدد يمتحنونك بشيوخ الأشعرية بشيوخ أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى تخيل أن بعض صبياتهم راح يبحثوا ليجد لمسلم ردا على رد على منشور قبل ست سنوات ليقول انظروا كيف كان يقول وهو لا يقول نفس هذا القول اليوم في مسألة ثقهية حديثية ولعل هذا المسكين قبل هذه السنوات الست لم يكن بلغ ولم يكن تعلم الصلاة وطالب العلم الحقيقي في الشهر الواحد يتعلم من المسائل ويقرأ من الكتب ويقرأ من أقوال أهل العلم ما قد يغير رأيه في عدد من المسائل ويغير تصوراته السابقة فكيف بست سنوات قرأ فيها مئات الكتب هل تعرفون ما هذه يا إخوة؟ هذه جرثومة الفراغ المنهجي التي هي نوع متطور من جرثومة التميع العقدي لو سألت هذا الإنسان ماذا استفدت الآن؟ ماذا يستطيع أن يجيبك؟ لو سألتهم ماذا استفاد المسلمون مما تفعل؟ ماذا يمكن أن يجيب؟ لو سألت الذي غره غرورا منهجيا هل هذا يا أخي الذي يفعله متابعوك هو قيام الليل الذي ترى أنه أهم من إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى؟ ماذا سيجيب؟ تجد واحدهم كتب منشورا يحتاج إلى ساعتين أو ثلاثة من الكتابة في وقت قيام الليل منشور في الدفاع عن صفات البشر وعندما تكلمه عن صفات الله يقول لك قيام الليل أو لا نصلي مع أنك يمكنك أن تتكلم عن صفات الله في النهار والله في هذه الفتنة سقطت جل شعارتي كلام الأقران يطوى ولا يروى نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كل شعارات التزكية والأخلاق شعارات مشاكل الأمة يا أخي أهم من أن تتكلم في مسائل الصفات وكذا شعارات التي فيها ترك تحزب وترك تفريق الناس لا وجدنا هناك حزبية وهناك شلالية كل هذه الشعارات لا تجدها تطبق على أرض الواقع من قبلهم إلا إذا كانت المصلحة المنهجية تقتضي ذلك المنهجية انتبه نسأل الله لهم الهداية وأن يردهم إلى الحق فقد مددنا لهم أيدينا فمدوا لنا عصيا مسمومة يسهل كسرها والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله